السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الثانية المجالات الكهربائية وقانون كولوم 2 إلى 2 شدة المجال الكهربائي موسيقى للتعريف شدة المجال الكهربائي نتخيل وضع شحنة كهربائية اختبارية موجبة الشحنة نرمز لها بالرمز Q في مجال كهربائي والذي يمثل على شكل خطوط وقياس القوة الكهربائية F التي تؤثر على الشحنة حيث من المهم استخدام شحنة اختبارية موجبة لأن هذا يحدد اتجاه المجال الكهربائي نعرف شدة المجال الكهربائي عند نقطة ما بأنها القوة لكل وحدة شحنة كهربائية والتي تؤثر على شحنة كهربائية موجبة ثابتة موضوعة عند تلك النقطة ومن هذا التعريف نستطيع كتابة معادلة شدة المجال الكهربائي E كالتالي E تساوي F تقسيم Q حيث E هي شدة المجال الكهربائي بوحدة نيوتن في الكولوم والسالب واحد F هي القوة المؤثرة على الشحنة الكهربائية بوحدة النيوتن Q هي الشحنة الكهربائية بوحدة الكولوم شدة المجال الكهربائي المنتظم يمكن توليد مجال الكهربائي منتظم بين لوحين فلزيين متوازيين موصلان بجهد كهربائي عالي وكما لاحظنا سابقا في الدرس الماضي أن شدة المجال الكهربائي بين اللوحين تعتمد على عاملين 1- فرق الجهد الكهربائي بين اللوحين دلتفي 2- والعلاقة طردية فكلما زاد فرق الجهد ازدادت شدة المجال الكهربائي 2- المسافة بين اللوحين دلتدي 3- والعلاقة حكسية 4- فكلما ازدادت المسافة بين اللوحين قلت شدة المجال الكهربائي ومن خلال هذين العاملين نستطيع أن نوجد قانون آخر لشدة المجال الكهربائي بناء على العوامل المؤثرة بها كالتالي E تساوي دلتفي على دلتدي حيث E هو شدة المجال الكهربائي بوحدة نيوتن في الكولوم والسالب واحد ودلتفي هو فرق الجهد الكهربائي بوحدة الفولت ودلتدي هو المسافة بين اللوحين بوحدة المتر وهذا هو قانون شدة المجال الكهربائي المنتظم بين لوحين فلزيين متوازيين ومن هذا القانون نستطيع استخراج الوحدة المكافئة لوحدة شدة المجال الكهربائي وهي فولت في المتر السالب واحد وهي تكافئ الوحدة الدولية لشدة المجال الكهربائي نيوتن في الكولوم والسالب واحد وتعتبر شدة المجال الكهربائي كمية متجهة وذلك لأن القوة كمية متجهة واحد احسب شدة المجال الكهربائي الذي يؤثر على إلكترون بقوة تساوي 8.9 في 10 السالب 30 نيوتن طريقة الحل لإيجاد شدة المجال الكهربائي نكتب قانون شدة المجال الكهربائي E تساوي F على Q ثم نقوم بالتعويض القوة F تساوي 8.9 في 10 السالب 30 الشحنة Q للإلكترون ثابتة وتساوي 1.6 في 10 السالب 19 بالآلة الحاسبة نحصل على قيمة شدة المجال الكهربائي تساوي 5.6 في 10 والسالب 11 نيوتن في الكولوم والسالب 1 اثنين لوحان متوازيان مشحونان المسافة بينهما 2 سنتيمتر وفرق الجهد بينهما 5 كيلو فولت والقوة التي تؤثر على شحنة موجودة بين اللوحين هي 1.2 في 10 السالب 13 نيوتن احسب مقدار هذه الشحنة بتطبيق المعادلة E تقسيم D تساوي F تقسيم Q ثم نقوم بالتعويض وفرق الجهد بينهما تساوي 5 كيلو فولت يجب أن نحولها إلى الفولت فتصبح 5 في 10 والثلاثة ثم المسافة دي 2 سنتيمتر يجب أن نحولها إلى المتر فتصبح 2 في 10 والسالب 2 ثم القوة F 1.2 في 10 والسالب 13 تقسيم الشحنة Q بالضرب التبادلي فإننا نضرب المتقابلين ونقسم على الباقي فتصبح Q تساوي 1.2 في 10 والسالب 13 ضرب 2 في 10 والسالب 2 تقسيم 5 في 10 والثلاثة بالآلة الحاسبة الشحنة Q تساوي 4.8 في 10 والسالب 19 كولوم ثلاثة لوحان متوازيان يولدان مجال كهربائي شدته 650 نيوتن في الكولوم والسالب 1 والمسافة بينهما 15 ملي متر كم يكون فرق الجهد بوحدة البولت باستخدام قانون فرق الجهد E تساوي V تقسيم D والمطلوب هو حساب فرق الجهد إذن يصبح القانون V يساوي E ضرب D ثم نقوم بالتعويض شدة المجال الكهربائي E 650 ضرب المسافة بين اللوحين D تساوي 15 ملي متر أقوم بتحويلها إلى المتر بحيث أضربها في 10 والسالب 3 ثم بالآلة الحاسبة نحصل على فرق الجهد يساوي 9.75 بوحدة البولت